أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أنزل كتابه المبين وجعله هدى للمتقين هنا أيها الأخوة في قول الله عز وجل أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ما زال الحديث إلى آخر الآيات في محاجة بني إسرائيل ومجادلتهم وإبطال ما كانوا عليه إبطال ما كانوا عليه من حجج منها من حججهم أنهم يقولون وصانا أبونا يعقوب بأن نكون على ما كان عليه ونحن الآن على ما كان عليه يعقوب زعما منهم ثم احتجوا بأنهم على ملة إبراهيم ثم احتجوا أنهم على الصبغة الصحيحة فكل ذلك واحتجوا أن الأنبياء أنبياءهم وآباءهم سيشفعون لهم يوم القيامة فالله تعالى هنا دحض شبههم وحججهم وأبطلها واحدة واحدة لماذا؟ لأن لا يكون لهم بعد ذلك حجة أن تنقطع حجتهم ويكون البيان تاما فلا يكون لأحد شبهة أو دخل أو شيئا مما يجعله يشك في هذا الدين فقال الله أم كنتم شهداء إذ حضر عقوب الموت؟ إذ زعمتم أن يعقوب شهد لكم أو وصاكم بهذا الدين هل كنتم حضرتم ذلك عند موته؟ ولماذا ذكر صفة الموت؟ لأن لا شك أيها الحبة أن الإنسان لا يوصي بآخر حياته عند موته إلا هم ما يمكن أن يوصي به وأنه ما وصى به ناسخ لما قبله فوصيته هنا ما هي وصية يعقوب؟ فقال الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر عقوب الموت؟ وهذا نأخذ منه أن الإنسان أيها الأخوة يوصي عند موته أو عند قرب أجله أو كبر سنه أعظم ما ينبغي أن يوصي به ومن ذلك وصية أبنائه بالتوحيد وطاعة الله والتئام أمرهم وتقاربهم إلى غير ذلك مع ما يوصي به من المال إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي انظر انظر الله عز وجل هنا يذكر شهادة وصية يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي من هم بنوه؟ يعقوب أهل أسباط أنبياء وبني إسرائيل فقال ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد فهم ذكر الله تعالى أن وصية إبراهيم بعبادته وحده لا شريكة ووصية العقوب وأنكم يجب أن تقروا بهذه الوصية وهنا ملحظ أي الأخوة أنه ذكر إسماعيل مع أنه ليس من آبائهم إسماعيل ليس من آبائهم هو قال إلهك وإله آبائك ليس من آبائي يعقوب إسماعيل لأن إسماعيل ابن إسحاق يعقوب يعقوب ابن إسحاق وإسماعيل عمه عمه لكن ذكره هنا لأن المقصود أنهم أنهم يشتركان في التوحيد وهذه الوصية وأنه داخل فيه من هذا الباب كما يقال أولئك آبائي فجئني بمثلهم إبائي في الدين أو الشرف أو الخلق أو العزيمة أو غير ذلك إلها واحدا ونحن له مسلمون قال الله عز وجل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ما غرض هذه الجملة مع أن الله تعالى أعادها في الآية التي بعدها غرض هذه الجملة أيها الأخوة في الموضع الأول غرضها غير الغرض في الموضع الثاني لاحظوا معي غرض الجملة أو الآية تلك أمة في الموضع الأول هو أن الله تعالى يقطع صيلتهم بأولئك الأنبياء وأنهم لن يشفعوا لهم وأنهم لن ينفعوهم عند الله تعالى لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ما هو الذي كسبوه أولئك الآباء هو التوحيط وأنتم كسبتم الكفر فلا يمكن أن تلتقون ولا يمكن أن ينفعونكم عند الله عز وجل ولا تسألون عما كانوا يعملون ليس لكم بينهم وبينهم أي أمر ولا علاقة يوم القيامة إلا بالعمل فإن كنتم تبعوا لهم فأنتم معهم ثم قال الله تعالى في بيان حجة لهم أخرى ودحضها قال وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فيزعمون أنهم على ملة إبراهيم ولذلك قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا فرد الله تعالى عليهم قال قل بل ملة إبراهيم حنيفا أي اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقوله وما كان من المشركين يدل على ماذا تعريضا بهم أنكم أشركتم بعده وخالفتم أمره وملته قوله حنيفا ما معنى حنيفا حنيفا بمعنى مائلا وكيف كان إبراهيم مائلا حنيف في اللغة هو الذي مائلا يمشي بعرجة أو بميلان لكن حنيف في الدين ما هو المائل عن الشرك وجميع ما خالف أمر الله عز وجل وهذا يؤكد على أن الإنسان في هذا الطريق لا شك أنه سيواجهه عقبات ويواجهه صوارف منها الشيطان والأهواء والدنيا شياطين الإنس شياطين الجن كل هؤلاء في طريقه يصرفونه فلابد أن يميل عنهم بتوحيده واستقامته لله عز وجل أما في دينه فهو مستقيم لكن في سلوكي في هذه الحياة لا بد أن يميل عن الشرك ويميل عن البدع ويميل عن الصوارف والشهوات والشبهات فلابد أن ينصرف أنت ترى منظرا محرم لا بد أن تنصرف ترى بدعة تتركها ترى شركا تتركه وهكذا فالمقصود هنا أن إبراهيم منذ كان على التوحيد رأى قومه على الشرك فتركهم وجاهدهم والمعاصي والأصنام فتركها فهذا معنى قوله حنيفا وقيل الحنيف بمعنى المقابل لأنها العرب كانوا يقولون بالكلمة بمعناها المريض يسمونه سليما المرأة التي جاءت إلى الصحابة الذين أرادت أن تطلب منهم من يرقي قالت إن سيد هذا الحي سليما ما قالت مريض إشارة إلى التفاؤل فهذا المعنى مقصود في هذه الآية حنيفا يعني مستقيما تمام الاستقامة ولا يعني تعارض بين القولين قال وما كان من المشركين تعريضا بهؤلاء المشركين قولوا قال الله عز وجل في تحقيق الله عز وجل هنا يلقن من يلقن أمة الإسلام الله أكبر ما عظم تربية الله لهذه الأمة هنا الله تعالى يعلمنا ماذا نقول قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون الله أكبر عقيدة صافية تتوافق وتتواصل مع الأنبياء جميعا فكأن الله تعالى يقول لهذه الأمة آمنوا بالله وما أنزل إليكم من القرآن وما أنزل إلى الأنبياء كلهم من الكتب وما أوتي موسى وعيسى من البينات والمعجزات وما أوتي النبيون أيضا من المعجزات كلها آمنوا بها فإنكم بذلك تكون الأمة المسلمة المؤمنة الكاملة ونحن له مسلمون مقرون بذلك ولهذا شرعت قراءة هذه الآية في أي صلاة في سنة الفجر لأن فيها توحيد فيها توحيد فما أعظم أن يستشعر الإنسان هذا المعنى أنه موصول بالأديان كلها توحيدا لله عز وجل في هذا إشارة إلى أن هذه الأمة قد ورثت هذا الدين من الأنبياء جميعا واحدا بعد الآخر فهي موصولة بهم جميعا أما أولئك اليهود والنصارى والمشركون فقد خالفوا أنبياءهم وخالفوا رسالة الله إليهم وما أنزل الله عليهم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وهي هذا كأن هذا فيه دعوة لهم إن كنتم تريدون أن تهتدون أيها المشركون أيها اليهود أيها النصارى فاهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق أي خلاف ومخالفة واختلاف فسيكفيكهم الله ما أعظم هذه الكلمة أيها الأخوة هذه الكلمة ما قال فاتركوهم المعنى فاتركوهم لكن قال فسيكفيكهم الله أي أن الله سيتولى شأنهم وسيعذبهم وسيرهقهم وسيضعفهم ويذلهم وهذا في هذه الآية أيها الأخوة وعد كريم من الله عز وجل بماذا بأن الله سيكفي هذه الأمة أولئك الكافرين من أهل الكتاب والمشركين فسيكفيكهم الله إذا كنتم على الدين صادقين مسلمين مؤمنين حقا فسيكفيكهم الله وإنما جاء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته تعظيما له وعدا له كريم فإنه وعد للنبي صلى الله عليه وسلم وتبشيرا له أن دينك يا محمد متصل ممدود إلى قيام الساعة لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمين لا يضرهم خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله فهذا وعد كريم بأن هذا الدين لن يغلب ولا يمكن بإذن الله تعالى أن تستأصل بيضته ولا يمكن للكافرين الغلب عليهم على هذا الدين فما أعظم وعد الله لنا أيها الأخوة فما بقي إذا وعدنا الله بذلك أن نكون أهلا لهذا الدين وأن نحمله وأن ننصره حتى نبلغ رسالة الله تعالى فنشره بها قال الله تعالى بعد ذلك وهو السميع العليم صبغة الله هذا رد على ماذا؟ رد على زعمهم أننا نصطبغ بصبغة أنبيائنا ونحن على دين صحيح ما زالوا يصطبغون إلى اليوم كيف يصطبغون؟ اليهود كانوا أو زعموا أنهم يغتسلون تطهيرا من الذنوب إذا اغتسلوا طهروا والنصارى يزعمون أن هناك عقيدة بينهم أنه حين يصبغ أحد أبنائهم بهذا الماء الذي يزعمون قدسيته فإنه يطهر ويقدس وكذلك النصارى إلى اليوم فهم يزعمون هذه الصبغة وأنه إذا اصطبغ بها فهو نصراني على الدين الصحيح قال الله عز وجل صبغة الله يعني هنا وافقهم في الإسم لكن في الحقيقة أمر آخر فقال الله صبغة الله وما هي صبغة الله؟ دين الله أو فطرة الله فهي الفطرة صبغة الله هي فطرة وقال ومن أحسن من الله الصبغة إذا كنتم تزعمون أن عندكم صبغة فالله صبغ هؤلاء المسلمين بصبغته أي شرف أعظم من هذا وصبغته هي دينه وفطرته سبحانه وتعالى فطرة الإسلام والتعبير بالصبغة أيها الأخوة دليل على أن الدين تظهر آثاره على الجوارح كل إنام بما فيه ينضح وإن كان الأصل القلب ما وقر في القلب لكن لا بد أن يصدقه العمل فأنتم ترون إخواني الكرام أن الإنسان إذا حسن إسلام واستقام ظهرت هذه الصبغة عليه والصبغة تقال في الأمر المعتاد في الأمر الظاهر في جمال الأمر وظاهره فالله تعالى أشار هنا إلى أن المسلم مصبوغ بالفطرة باطلاً ومصبوغ بشعائر الدين والظواهر الشرعية والمظاهر الشرعية وأغامر الله تعالى ظاهرة بالصلاة والصيام والذكر والمظهر الشرعي في الجسم باللحية وما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى هنا ونحن له عابدون مقرون ثابتون مستقرون على هذا الدين فهذه إشارة إلى إصرارهم أي المسلمين وبقائهم وثباتهم على هذا الدين أنه الحق ثم قال الله لهم قل أتحاجوننا قل أتحاجوننا في الله يعني أنتم تزعمون أنكم أحباب الله إن كنتم صادقين فانظروا هو ربنا وربكم ما الذي يفرق بيننا ولنا أعمالون ولكم أعمالكم أنتم تعملون كما تزعمون ونحن نعمل هذا رد عليهم ونحن له مخلصون وأنتم مشركون الله عز وجل هنا كأنه يلقي المسلمين أنهم يقولون كنتم تزعمون أن الله ربكم وأنكم أحباب الله وأبناء الله قال الله قولوا لهم هو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالك ونحن له مخلصون فانظروا لمن العاقبة عند الله عز وجل لمن النجاة يوم القيامة فهذا هو معنى الآية أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى هل تزعمون أن هؤلاء كانوا هودا أو صارى قل أنتم أعلم أم الله أنتم أعلم بهؤلاء الأنبياء الذين ماتوا بحالهم هل هم على ماذا كانوا أم الله الذي يعلم ويقول لكم على ماذا كانوا عليه وهم على التوحيد ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وهذا يفيد ماذا أو يدل على ماذا يدل على أن ذكر أنبياءهم وأنهم على التوحيد مكتوب عندهم ويقرؤونه لكنهم يكتمونه قال الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون يهددهم ويتوعدهم بأنكم سترون هذا الذي أنتم عليه وكتمانكم للحق ثم قال الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هذه الآية الثانية ما معنىها نحن قلنا أن الأولى في قطع زعمهم أو قطع زعمهم أن هؤلاء الأنبياء سيشفعون لهم عند الله وسينفعونهم يوم القيامة سينجون ويدخلون الجنة ببركتهم فقطع الله ذلك عنهم في هذه الآية ماذا قطع عنهم المقصود هنا سلمكم الله قطع على نعم قطع الأنبياء عنهم في الأولى قطعهم على الأنبياء بالشفاعة وهنا في يوم القيامة لن يكون الأنبياء أو في يوم القيامة لن يعترف لهم الأنبياء بالنسب لهم سيقطع الأنبياء علاقتهم بهم لأنهم قد خالفوهم وكانوا لم يكونوا على ما كانوا عليه فالأولى قطعا لهم هم بزعمهم أن هؤلاء سيشفعون لهم وفي الثاني يوم القيامة يشير إلى حال الأنبياء معهم وأنهم لن يعترفون لهم ولن يقرون لهم بصلتهم بهم وأنا لهم ذلك هنا أيها الإخوة هذه الآيات حقيقة تحتاج منا إلى تأمل دقيق فهي آيات التشريف لهذه الأمة آيات أن الله عز وجل شرف فيها هذه الأمة بأعظم شرف وهو ولاية القبلة قبلة إبراهيم لهم فهي تأتي سلمكم الله اتصالا في سياق السورة أليس ألسنا قلنا أن السورة في إعداد الأمة لحمل أمانة الدين والشريعة وتبليغها في الأرض بلى فتأتي هذه الآية في تأسيس القاعدة العظمى لهذه الأمة وتشريفها بها وهي ولاية البيت واتخاذه قبلة ولا شك أيها الإخوة أن القبلة من أعظم ما تشرف به أمة أن الله يخصها بقبلة تجتمع عليها فما أعظم أن نتأمل هذه الآيات على وفق هذا المعنى فكلها راجعة إلى المقصد الأعظم الذي ذكرت لكم إعداد هذه الأمة المحمدية لأمانة الدين وتشريفها بشريعة الله عز وجل وتبليغها وصيلتها بالتي قبلها الآيات أنه لما ذكر البيت وذكر تشريف إسماعيل ببنائه كأن المشركين وأهل الكتاب توجسوا توجسوا من أن الله عز وجل سيشرف وسيكلف هذه الأمة للقبلة ويشرفها بقبلة إبراهيم عليه السلام دليلا على تنصيبها بالخلافة وتكليفها بذلك فتوجسوا في ذلك فقال الله عز وجل تهيئة للمؤمنين الله أكبر ما أعظم هذا العداد نحن قلنا السورة كلها عداد فالله تعالى ينبه المؤمنين بما سيقع قبل من الكافرين والمنافقين وأهل الكتاب قبل وقوعه فقال الله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها لاحظوا قال الله سيقول لم يقول قال مع أن الآية أيها الأخوة متى نزلت نزلت بعد بعد أن حول الله تعالى المؤمنين إلى البيت الحرام مباشرة نزلت سيقول السفهاء لكن الله تعالى قد لكن هنا الله عز وجل قدمه هنا أو النبي صلى الله عليه وسلم ب وضعها في هذا الموضع تهيئة للمؤمنين ليستقبلوها ويعدوا أنفسهم لما سيواجهون ولا شك أيها الأخوة أن الإنسان إذا استعد للأمر فسيهيئ نفسه له ويرى كيف يواجه وكيف يرد الشبهة ونحو ذلك قال الله عز وجل سيقول السفهاء من الناس من هم السفهاء؟ اختلف المفسرون في هذه الآية اخترافا كثيرا ولكن حينما نرى الآيات كلها السابقة أين ذكر السفهاء في السورة؟ ذكروا في موضعين الموضع الأول إشارة لمن؟ للمنافقين قال الله ألا إنهم هم السفهاء إذن هذا وصف للمنافقين فهم داخلون هنا وأنهم سيقول المنافقون ذلك والثاني قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه من هم يدخل فيها المشركون أهل مكة لن يرغبوا عن ملة إبراهيم ويدخل فيها أهل الكتاب فهذا ذكر لهم جميعا جمعهم الله تعالى بهذا اللفظ لم يقل سيقول المنافقون والمشركون واليهود قال السفهاء وإنما عبر عنهم بالسفهاء لماذا؟ تقليل شأنهم وأنهم ليس لهم شيء وليس لقولهم أهمية لا تنظر إليهم أنت ولله المثل الأعلى إذا قردت أن تقول هذا سفيه اتركه يعني لا تأبه به فكأن الله تعالى يخفف على المؤمنين موجة المعارضة التي سيواجهون من هؤلاء والاستهزاء والسخرية وغير ذلك تركوا قبلتهم تبعوا قبلة أبائهم إلى غير ذلك فكأن الله تعالى يقول اتركوهم فهؤلاء لا عقول لهم السفيه هو ناقص العقل السفيه هو ناقص العقل فالله تعالى يستنقص عقولهم تخفيفاً على المؤمنين وتهيئة لهم قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم والتي كانوا عليها هذه الجملة اختلف فيها المفسرون اختلافاً كثيراً وأشكلت عليهم ما هي القبلة قال بعضهم هذه القبلة هي قبلة الكعبة قبل أن يوجه لبيت المقدس وقال بعضهم هي بيت المقدس قال بعضهم هي البيت الحرام بعد أن وجه وحول من بيت المقدس وبالتأمل أيها الأخوة الثاقب في هذه الآية والتي بعدها يظهر والله تعالى أعلم أن الآية محتملة لجميع الأقوال لأن القول السفهاء ممن يكون من الكفار من المشركين ومن المنافقين ومن اليهود وكل قول سيلمز المسلمين بالقبلة بالقبلة التي توجه إليها أولاً فالمشركون حين وجه إلى بيت المقدس قال ترك ما كان عليه أباؤه واليهود حينما وجه من بيت المقدس إلى البيت الحرام ماذا قال راغب في قومه وراغب في أهله وبلده انظروا كيف يبثون الشبه فالله تعالى هنا عمم القبلة فقوله ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها شاملة للمواضع كلها قال الله قل لله المشرق والمغرب هذا رد عليهم ما شأنكم الأمر لمن ومن الذي يقر ومن الذي يدبر الأمر هو الله عز وجل له المشرق والمغرب هو المتصرف في الأمور فإذا اطمأن الإنسان بأن ذلك هو الله عز وجل الذي وجهه فلا عليه من لوم لا أم ولا من استهزاء مستهزئ قال الله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم هذه لفته وهذا تشريف لمن شار في المؤمنين بأن الله هداهم إلى الصراط المستقيم وما الذي هداهم إليه هداهم إلى قبلة الأنبياء جميعا من إبراهيم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما ما كان عليه اليهود والنصارى من بيت المقدس فليس هو مما كان عليه أنبياءهم وإنما قيل أن سليمان عليه السلام سأل ربه أن يوجه بني إسرائيل إلى البيت المقدس وإلا كان عيسى وكان موسى عليه السلام كان موسى عليه السلام موسى عليه السلام كان على قبلة أبيه إبراهيم لم يكن إلى بيت المقدس هذا هو الصحيح الظاهر كما جاءت به ذلك الآثار فكأن الله تعالى يقول أنني هديت هذه الأمة إلى قبلة الأنبياء جميعا وهذا شرف وفضل ولا شك فهو تطمين للمؤمنين وتهديئة لهم إلى أنكم لا يضركم ولا يغيركم ما قاله هؤلاء السفهاء قال الله عز وجل في آية في الآية الأخرى بعد ذلك وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذه الجملة ما علقتها بالقبلة تأملوا فيها جيد انظروا فيها في المصحف انظروا فيها بارك الله فيكم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا هذه الجملة ما علقتها بالقبلة هذه الآية أيها الأخوة تشير إلى تشريف هذه الأمة المحمدية بالخلافة تشريف أمة الإسلام بعد أن ولاها الله القبلة كأنه قال أنتم الخلفاء في الأرض قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ولا شك أن الوسط هو يطل على جميع الجهات وإن كان الوسط هنا له دلالات كما سيأتي فانظروا ليس لها علاقة في القبلة هنا لكنها دلالة على تشريف هذه الأمة وإعدادها للخلافة وتشريفها الله عزيزي أراد أن يمنحها وينصبها في الأرض خلفاء وكذلك جعلناكم خلفاء نعم ثم جعلناكم خلائفة في الأرض فهذه الجملة أشكلت على كثير من المفسرين في موضعها ما علاقتها بالقبلة؟ ليس لها علاقة صريحة وواضحة لكن بعد التأمل وقد أشار إلى ذلك بعض المفسرين إلى أن هذه الآية ليس لها ارتباط بالقبلة مباشرة وإنما ارتباطها بأن الله لما ولأ أمة محمد للقبلة وأراد لها أن تشرف بالقبلة قال أنتم الخلفاء في الأرض أنتم الذين تنالون شرف الأمانة أمانة الدين ولا شك أن هذا هو أعظم الشرف والعجيب في الأمر أيها الأخوة وإن كان هذا الله أعلم موافقة أو توافقا لكن كتاب أحكمت آياته هذه الآية هي وسط سورة البقرة جاءت في وسط سورة البقرة تماما سورة البقرة كم آية؟ 186 ليس كذلك؟ عفوا 186 وسطها 143 والله أعلم لعل ذلك له دلالة أشار إليه بعض المفسرين ولذلك قال الله كذلك جعلناكم أمة وسطة ما قال هنا خلفاء لماذا؟ ليدل على أن هذه الأمة المحمدية أيها الأخوة يدل على أن هذه الأمة المحمدية وسط في الأمم وشرفها الله تعالى بأن تكون وسطا في الدين في كل التكاليف هي وسط هي وسط بين التكاليف فبين اليهود في تشددهم وتشديد الله عليهم وبين اليهود في تساهلهم وتسير الله عليهم فكانت أمة وسطا والوسط في اللغة ما هو؟ الوسط في اللغة هو الخيار العدول قال أوسطهم ليس هو وسطهم في عمرا قال أوسطهم إيش؟ أي خيرهم وأعدلهم وأكملهم فالمقصد هنا الكمال في الوسط هنا مقصد الكمال الخيار العدول فهذه الأمة خير أمة وكذلك جعلناكم نعم في سورة آل عمران ماذا قال الله؟ نعم في فضل هذه الأمة كنتم خير أمة فهذه الآية دالة على الخيرية ودالة على العدالة وأنها العدل والعدل هو الذي يستشهد أليس كذلك؟ من الذي يستشهد؟ من الذي تقبل شهادته هو العدل ثقة خير الناس فلهذا نأخذ من هذه الآية أن مشروعية الشهادة خصوصا في أمور الدين لمن كمل إيمانه وعدالته وديانته قال الله لتكونوا شهداء على الناس لماذا كانت هل الأمة شهيدة على الناس؟ لأنها آخر أمة فهي أعلم بهذه الأمة الأم جميعا من كانت على الحق ومن كانت على الباطل وهذا شرف من الله لها وهذا متى؟ هي شهيدة على هذه الأمة في الدنيا وفي الآخرة أما في الدنيا فهم شهداء على الناس في إقامة الدين وهذا تكليف من الله عز وجل لهذه الأمة إلى أن تقوم بالدين فالشهيد هو الذي يبلغ كما قال الله عز وجل إن أرسلناك للناس نعم الآية إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فالأمة هنا شاهدة على الأمم بإقامة الدين الصحيح الله عز وجل كلفها وهذا أيها الأخوة نأخذ منه أننا مأمورون بتبليغ هذا الدين ونحن شهود عليه بتبليغه فإنه الحق الله عز وجل أكرمنا به فلا بد أن نبلغ نحن مأمورون إلى أن نبلغ الأمم بدين الله عز وجل يوم أن شرفنا به وأكمل لنا الدين فما أعظم هذه الآية ثم أيضا أيها الأخوة هذه الآية دل على أن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تشهد على الأمم يوم القيامة أنها تشهد الأنبياء أنهم بلغوا رسالة الله وتشهد على الأمم بأنهم لم يكونوا على الدين الصحيح أعظم من هذا شرف أن الله تعالى ينصبها لشهادة يوم القيامة على الأمم الأخرى والله إن هذا له الفضل العظيم والخير والكرامة والشرح الكريم قال الله عز وجل ويكون الرسول عليكم شهيدة على أن نكمل هذه الآية نعم ويكون الرسول عليكم شهيدة أي الرسول شهيدا عليكم بتبليغكم وشهيدا عليكم بتمسككم بالدين وقيامكم به حق القيامة في ذلك حقيقة توثيق لهذه الأمة أنكم مربوطون بالنبي هذا النبي فانظروا بماذا يعمل فاعملوا به فاعملوا بما كان عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان رجل الله واليوم الآخر فهو شهيد عليكم إنا أرسلناك شاهدا فكونوا على ما كان عليه ثم أعلموا أنه يوم القيامة يشهد عليكم لا شك أن هذا توثيق أيها الأخوة لو قلت لشخص ولله مثلا لا والإكتابة هذا الشخص تراه بتابعك مشهيد عليك لا شك أنك ستراقب نفسك وأعمالك وستقوم بالأمر خير القيامة فالله عز وجل يقول أن الرسول يشهد على مالكم إن كنتم على حق أو على باطل فاستقيموا كما أمركم الله ثم قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقيمه ما هذه القبلة اختلف فيها المفسرون كاختلافهم في القبلة الأولى لأن هذه الآية واردة قبل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء نعم في السماء قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي قبلة ترضاها هذه آية التحويل لكن الآية قبلها واردة قبلها فأشكلت على بعض المفسرين كيف أن تلك قبلها يعني مع أن الآية التي فيها التوجيه قد نرى تقلب وجهك لكن الصحيح وهذه لفتة مهمة أن الآيات السابقة نزلت بعد الآية قد نرى تقلب وجهك والله أعلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضعها في موضعه هذا لتهيئة المؤمنين ومحاجة الكافرين والله تعالى أعلم ثم قال الله تعالى لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عاقبه لا شك أيها الأخوة أن تحويل القبلة أمره عظيم تصوروا أننا نؤمر بتحويل القبلة لا شك أن هذا داعا إلى اليهود وهم الذين تخلى النبي صلى الله عليه وسلم أو تحول النبي صلى الله عليه وسلم عن قبلتهم ماذا تتوقعون أن يقولوا لا شك أنهم سيستهزئون ويسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ترك قبلته هذا الدين كأنهم يقولون هذا الدين على حسب أهوائهم مرة هنا ومرة هناك هذا لسان حالهم وقولهم كيف يوم لك تتبع البيت المقدس ومرة بيت الحرام فالله تعالى قال لنعلم من يتبع الرسول منه صادق من المؤمنين في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ولاه الله عليه لو قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم وأمرك بأمر فهل أنت متبع له أم لا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول هو أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم هذا الصدق فهو لا شك أيها الأخوة ابتلاء ابتلاء للمؤمنين لأن المنافقين سيستهزئ سيسخرون بهم والكافرين سيسخرون بهم واليهود سيسخرون بهم فهذا موضع الامتحان والابتلاء في هذه القبلة فكانت هذه القبلة اجتملت أمرين تشريف وتكليف وابتلاء تشريف بأن الله ولها قبلة إبراهيم وتكليف بأنها ستلاقي بسبب هذا الابتلاء هذا النيل وهذا النيل والاستهزاء والسخرية من هؤلاء المعارضين قال الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله يعني تحويل القبلة كبير أمره عظيم وهو كبير إلا على الذين هدى الله يعني إلا من كان إيمانه مستقر وهداهم الله عز وجل لهذا الدين وهم المؤمنون الصادقون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم أما المنافقين فكان في قلوبهم ريب وبثوا في ذلك الشبهات أو الشبه وكذلك اليهود قال الله عز وجل وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ما معنى هذه الآية معنى هذه الآية أيها الأخوة أن الله تعالى أنهم لما حول الله تعالى القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام وكان من المؤمنين منهم عثمان بن مضعون وغيره من كان على بيت المقدس وأتوفي قال المنافقون أن من المؤمنين من مات على غير الإسلام وأيضاً وقع في نفس نفوس المؤمنين الصحابة ما حالوا إخوان الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس هل كم لإيمانهم هل نقص ما هي أعمالهم التي عملوها وصلاتهم هل تقبلها الله كان ذلك سبيل للشيطان وسبيل لأولئك المنافقين واليهود في زعزعة قلوب المؤمنين قال الله وما كان لله يرضيع إيمانكم الإيمان هو المقصود به الصلاة لكن لماذا عبر عن الصلاة عبر عن الصلاة بالإيمان للدلالة على أنها مناط القبول على أن الإيمان هو مناط القبول في الصلاة وأن الله تعالى سيتقبل من أولئك صلاتهم لإيمانهم وصدقهم في التوجه ليس المقصود التوجه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن فالله تعالى كأنه يقول ما داموا ماتوا على الإيمان فإن الله سيتقبل منهم كل شيء أعملوه لله عز وجل مما أمرهم الله فشاملت الصلاة وغيرها هذا من فضل الله عز وجل أن الله أجابهم بما أشكل عليهم وزيادة توضيحا وتحقيقا وبيانا تاما وهذا يؤكد في هذه الآية أن الإيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان لأن الله سمى الصلاة إيمان فلازم أن يجتمل الإيمان على هذه الأمور الثلاثة الاعتقاد والقول والعمل الذي منه الصلاة إن الله بالناس لرؤوف رحيم لماذا ختم الله الآية بالرأفة والرحمة وما الفرق بينهما قالوا أن الرأفة أرق من الرحمة وهي عناية ورعاية في أمر شاق وأن الرحمة برعاية وعناية في أمر فاضل وعمل صالح بمعنى أن هؤلاء المؤمنين أصابهم من بسبب تحويل القبلة مشقة أليس كذلك وهو استهزاء هؤلاء المنافقين فكانوا بحاجة إلى رأفة الله وعنايته فالرأفة تكون لمن أصابه ضر أو أصابه مشقة والرحمة هي مقابل ما أكرمهم الله عز وجل بولاية البيت تشريف وتكريما فهو رحمة من رحمة الله أن الله تعالى أكرمهم بهذا البيت وهذه القبلة فانظروا إلى هذا الختام العجيب الدقيق للدلالة على رعاية الله عز وجل في المؤمنين بحفظهم من كيد هؤلاء الكافرين والمنافقين واليهود أرد كيدهم كيد اليهود ورحمته بهم بأن ولاهم الله تعالى هذا البيت تشريفا لهم وتكميلا ورحمة منه سبحانه وتعالى وفضلا هنا نقف أيها الأخوة عند هذه الآيات لعلنا إن شاء الله تعالى نكمل حديثنا حول آيات القبلة في المجلس القادم نسأل الله عز وجل أن يحقق في قلوبنا الإيمان وأن يرزقنا العلم والعمل وأن يرزقنا فهم كتابه وتدبره والعمل بما فيه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر